في كل مكان سمع صدا للعقوبات الأمريكية على إيران لكنه في العراق كان مختلفا بل علت أصوات المنددين بالعقوبات من العراق على أصوات الإيرانيين أنفسهم وكأنهم يجلدون من كل موضع غضبت إيران للعقوبات الأمريكية عليها وغضب معها الكثير من مريدها فزعيم حزب الدعوة نوري المالكي قال إنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وهذا ما ترجم لاحقا ببيان للحزب ثم تلتها ميليشيات بدر والعصائب بمواقف متشابهة تدين مرة وتنتقد بأخرى موقف لعبادي من العقوبات دعين إلى ما سموه رد الجميل لإيران كما قال النائب في البرلمان حسن سالم أما ميليشيا سيد الشهداء فقد توعدت بالعمل على كسر العقوبات الأمريكية على إيران حاملة موقف العبادي على الخذلان ونكران جميل طهران التي لو لاها لما كان العبادي في بغداد بحسب بيان للميليشيا ثم تعدى الأمر ذلك إلى أن يخرج المتحدث باسم ميليشيا نجباء مهددا بتصعيد الوضع الأمني في العراق والمنطقة بضرب المصالح الأمريكية ردا على العقوبات وإذا حدثت لا سامح الله أي حرب على الجمهورية الإسلامية وتطاول الأحمق سرام فجميع المصالح الأمريكية في العراق وفي أي مكان يتاح لنا سوف تكون من أهدافنا الاستراتيجية في الحرب القادمة هذا وفاؤنا لإيران هذا ديننا لإيران هذا موقفنا لإيران لا غيره وفاؤهم لإيران تمثل أيضا بانتقاد القيادي في المجلس الأعلى جلال الدين الصغير لموقف الحكومة من العقوبات مذكرا بأن إيران لم تطالب العراق بتعويضات عن حرب الثمانينات لتأتي الاستجابة سريعا من طرف نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار التي طالبت العراق بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت ببلادها نتيجة الحرب ولم ينتهي الأمر عند ذلك بل تطور الرد الفعل الإيراني إلى دعوات صريحة لتقسيم العراق بحسب وزير الداخلية الإيراني الأسبق عبدالله رمضان زاد ليكمل من قاله ممثل خامناء في العراق مجتبل حسيني بأن العبادي كان انهزاميا أمام العقوبات الأمريكية وأن موقفه غير مسؤول ولعل غضب القيادة الإيرانية من الرجل دفعها لإلغاء زيارة للعبادي إلى طهران كانت مقررة هذا الأسبوع بيد أن موقف الأحزاب وفكرة التهديد التي راودت الميليشيات وتناقضها مع الموقف الرسمي للحكومة تحيل إلى البنية السياسية للعراق الجديد فالحال أشبه ما يكون بدولة داخل الدولة تعمل وفق أجندات ورؤى خاصة في الداخل والخارج ولهذا فإن كثيرا من المراقبين لفتوا إلى أن سيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية ستحدث نوعا من الالتفاف على العقوبات من خلال عمليات التهريب وغسيل الأموال المستمرة على جانبي الحدود